مباشرة بعد وضع حملها تلقى الناقة الحامل حتفها وإذا لم يسرع في إخراج جنينها يموت حتما في ظاهرة مرضية لم يعرف بعض أسبابها ولا نوع الوباء الذي أصاب المئات من النعاج والنوق الحوامل خاصة وباء اشتاح المنطقة الحدودية بين ضائرة التنزواطين وعنق الزام بتمرست ناقة الحاملة اللي يكون مجرد ما تالد تولد يموت هي والجنين انتحها وحيانا هاد الاحوار انتحها كي يخرج من رحم الام انتاعه مع الدود حشرات الدود هاده يولد يجي معاها للاخرى مرض خطير جدا يقتل النياغ ويقتل الغنم ولكن احنا ما نشأ الاختصاص ما يقدرناش نشخصوا هاده المرض الولاية اتخذت اجراءاتها الاولية وارسلت لجنة بيطارية لتقص الوضع ومن الاحتمالات التي خرجوا بها ان موت النوق الحوامل سببه نبتة مميتة داروا حوار مع المربين لكن المربين يعني حقيقة قالوا كأنها الظاهرة هذه ولكن معروفة عندهم الظاهرة كل عام والله كل سنة اللي يجي فيها الربيع قال لك ممكن كينا نبتة نبتة مميتة يأكلها الحياة بدون شعار ما يشوفهاش يأكلها ويتعرضون لإناث الحوامل لسقوط العجين ننتح يعني الشي اللي يعني تقريب قال لك ممكن موش وباء فعلا لانه مازال ما تحصلوش انه كائن وباء لكن رجعوا سبب النبتة هذه من جهته ممثل مربي الإبل فند ذلك واعتبر ان مثل هذا النوع من الوباء لم يصب من قبل ثروتهم الحيوانية ما سمعناها في تاريخ الأبان تاعنا وما شفناها باللي كائنة النبتة اللي تجهد هذا هذه كائنة معلومة أخرى هذه سموها تازلفت بالترقية دودة واحدة عليها صوف تجي من الطلحية تجي في الطلحية هذه تولدنا قبلها مات مرض بلا شيء تطيح لجائل الحوار متحها وخلاص مات مرض مات موت مهوالي أعداد كبيرة من رؤوس النوق والنعاج الحوامل تلقى حتفها ولم يعرف بعد نوع الوباء ولا أسبابه والكرة الآن في ملعب وزارة الفلاحة المطالبة بالتدخل عاجلا حتى لا يتسلل الوباء للولايات الصحراوية المجاورة ويهدد بذلك الثروة الحيوانية